يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للأسر تحت شعار الأسر والتعليم والرفاه وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993 ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر عن اليوم الدولي للأسر تقرير التالي تعليم ورفاه أساسان إذا بنيت عليهما الأسر لنا أن نتخيل ذلك الأثر الإيجابي الذي سينعكس على المجتمع فبالتعليم تبني العقول وبالرفاه تبني الثقة والأمان هذا ما رفعته منظمة الأمم المتحدة شعارا لتحتفل باليوم الدولي للأسر الذي تحتفل به سنويا منذ العام 1993 رغبة منها أن تعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر ويديح هذا اليوم الفرصة لتعزيز الوعي بأهمية الأسرة وما يمكن أن تؤثر فيه على المجتمع والاقتصاد والتكوين الديمغرافي ويركز جدول أعمال التنمية لعام 2030 على إنهاء فكرة الفقر وتعزيز المشاركة في الرفاه الاقتصادي والتنوية الاجتماعية ورفاه الأفراد وفي نفس الوقت حماية البيئة وتظل الأسرة في مركز قلب الحياة الاجتماعية لضمان رفاه أفرادها وتعليم الأطفال والشباب ومنحهم المهارات الاجتماعية اللازمة فضلا عن رعاية الصغار والمسنين ويمكن للسياسات العامة القائمة على رعاية الأسرة أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الهادفة لإنهاء الفقر والجوع بما يضمن حياة صحية تعزيز رفاه الجميع في كل الفئات العمرية فالتقصير في دعم التعليم مثلا يؤدي إلى تنام الجهل البيئة الأكثر خصوبة للتطرف والإرهاب ويهدف الاحتفال باليوم الدولي للأسرة إلى تنفيذ أهداف ومبادئ السنة الدولية للأسرة المعلنة منذ عام 94 والتي تشمل العمل على زيادة الوعي بقضايا الأسرة لدى صانعي القرار والهياكل والتنظيمات الأهلية ودعم ومسندة الأسر في أدائها لمهامها ووظائفها الاجتماعية والإنمائية وتعزيز قدرة الحكومات على إطلاق الطاقة الإنمائية الكاملة للأسرة